اشتركوا في القناة من كل الاتجاهات في فكرة تانية مهمة عن صفقة تبادل الجاسوس الاسرائيلي ب81 مصري معتقل في سجون الاسرائيلية الصفقة دي ليها بنود كتير وليها شروط كتير واكتر من دولة قدمت فيها تنازلات هنعرفها النهاردة من استاذ اكرم حسين وحال استراتيجي بالمركز اقامي لدراسات الشرق الاوزر وطبعا اكيد لسه احداث يوم الدامي اليوم اللي كلنا مش حايزين يا رب نشوفه ونعيشه تاني لسه اكيد متابعة معنا وعندنا فكرة خاصة جدا عن دور الدعاء في منع ووقف الاحتقان ومنع الفتنة الطائفية تحتنا مفروض يكون دور الدعاء هل يتوقف فقط الى الدعاية والارشاد والدعوة وكده ولا كمان ممكن يكون لهم دور اكبر من دا ازاي ممكن يكون دور محسوب ولا يتعدى خطوط معينة علشان ما يقلبش بالعكس ومن هم الدعاء المؤهنين هم اصلا يعملوا حاجة زي كده في هذا التوقيت بالذاكر دا هنعرف من خلال فكرة خاصة جدا تابعونا لو عندنا كمان فكرة عن الدوري هبتدي النهاردة اول بطولاته اعتقد انت بقى ممكن تسأل في الرياضة عشان انا فشل في موضوع الرياضة دا هيكون معنا فكرة خاصة جدا عن الرياضة فعلا هنكلم بشكل عام عن حال الدوري المصري واخباره ايه وكمان في بنامزة الرياضة هيكون معنا بطلة جنباز اقاعي عندها سبع سنين معاك انت هتكون سندري عاصم محمد سندري لسه صغيرة شوية نعرف منها البطولات دي احنا بناخد بطولات في حاجات كتيرة جدا مختلفة عن الكرة فبنحاول ننوح عنهم بنحاول نعرف عن الابطال دولة اكتر شوية خصوصا في السن الصغير دا بس دلوقتي اعتقد بقى معدنا مع فكرة الصحافة وسيد محمد بسوئي بس بعد الفاصل